السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم تحريد الطاقة الكاملة في المادة العضوية على مستوى الخلية الجزء الثالث مصير جزئة القليكوس داخل الخلية إذا نربما اتضح لكم ذلك نحن نتواجد الآن على مستوى الخلية لجبل الشفافة عضي الميتوكوندري التي تشكل من الغشاء الخارجي الغشاء الداخل الميتوكوندري ثم الفراغ الذي يوجد بين الغشائيين يشكل ما يسمى بالحيز البي غشائي أما الفضاء الداخل الميتوكوندري فيشكل ما يسمى بماتريز نسجل كذلك أن الغشاء الداخلي الميتوكوندري يتخذ أشكال عبارة عن طيات تصحة تعبير تسمى بالعراف والتي تزيد من مساحة الغشاء الداخلي الميتوكوندري فما هو مصير جزئة الكليكوز داخل الخلية؟ إذن نحن الآن نتواجد على مستوى الجبل الشفافة إذن جزئة الكليكوز تخضع لانحلال ينتج عند ذلك جزئة حينت بيروفيك بالإضافة لجزئة ATP وجزئة NADH بالنسبة لجزئة NADH على مستوى الغشاء الداخلي الميتوكوندري توجد نواقل تعمل على نقل الإلكترونات من NADH سيتوزوليك بالطبع الحالة نقصد بذلك المشكلة على مستوى الجبل الشفافة نتيجة نحلال الكليكوز دون نقل الجزئة نفسها داخل الميتوكوندري هذه الإلكترونات تمكن اختزال FAD كما نلاحظون إلى FADH لكن هذه العمليات تطلب تكلفة طاقية تسبب 1 أTP لأن NADH تمكن إنتاج دروازة TTP بينما FADH تمكن فقط من إنتاج جزئتي ATP أريد أن أشير كذلك على أن نواقل NADH ناتجة عن حلال الكليكوز في مستوى الجبل الشفافة لا تدخل داخل الميتوكوندري لكنها تعوض بنواقل FADH باستثناء هناك استثناء نجده في خلايا القلب وخلايا الكبير بحيث تعوض بطبع الحل NADH سيتوزوليك أي المشكل على المستوى الجبل الشفافة بNADH على مستوى داخل الميتوكوندري على المستوى الماترس ننتقل الآن إلى مصير حمد بيروفيك إذن فعلا يتمكن حمد بيروفيك من الدخول داخل الميتوكوندري حيث يخضع لأكسادات حمد بيروفيك ينتج عن ذلك بطبع الحل دوزاتي الكونزيم A بالإضافة إلى 2NADH و2CO2 المرحلة الثالثة مصير لسيت الكونزيم A كما نلاحظ إذن سوف يدخل في سلسلة من التفاعلة تشكل دورات كريبس كما نلاحظ هنا فعلا ينتج عنها كما نلاحظ بطبع الحل 6 جزئات NADH جزئات ATP بالإضافة إلى جزئات FADH ثم بطبع الحل ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة وهي بطبع الحل مرحلة السلسلة التنفسية إذن فعلا يحتوي الغيشاء الداخلي كما نلاحظ هنا على آلاف من النواق الإلكترونات لاحظوا معي الغيشاء الداخلي الميتوكوندري آلاف من النواق الإلكترونات تشكلنا السلسلة التنفسية هذه النواق القادرة على أكسادات كل من NADH وFADH ونقل الإلكترونات إلى المستقبل النهائي وهو تنائي الأكسجين كما سنبين ذلك في فيديو خاص بالسلسلة التنفسية إذن فعلا كما نلاحظ هناك عمليات أكسادة جزئات NADH وFADH أذكر فقط بطبع الحل على أن جزئات NADH تمكن من إنتاج طروازة ATP بينما FADH تمكن من إنتاج فقط جزئات ATP إذن كانت لدينا ثمانية NADH إذن ثمانية في ثلاثة أربعة أسرين ATP كانت لدينا أربعة FADH إذن أربعة في اثنان ثمانية إذن ثمانية زائد أربعة أسرين إذن حصيلة الطاقية لسلسلة التنفسية 32 ATP إذن حصيلة الطاقية لنحلل غليكوز جوج 2 NADH 2 ATP حصيلة الطاقية لدورة كريبس 2 ATP 6 NADH 2 FADH وبالنسبة للسلسلة التنفسية 32 ATP إذن المجموع وهو 36 جزئات ATP نلخص ما أشرنا إليه في الخطاط التالية إذن على مستوى الجبل الشفافة هناك نحلال غليكوز نحصل على 2 ATP بالإضافة إلى 2 NADH أو 2 FADH حسب الحالات بالنسبة للمرحلة الموالية بالطبع حل أكسر تحين بروفيك أو ما يسمى التفاعل انتقالي ينتج عن ذلك بالطبع حل أكسر تحين بروفيك 2 ATP الكونزيم بالإضافة إلى 2 NADH مع طرح جزئاتي CO2 على مستوى الماتريس بالطبع حل دورة كريبس ينتج عنها 2 ATP بالإضافة إلى 6 NADH وجزئاتي FADH بالإضافة إلى طرح أربع جزئات من توناء أكسيد الكربون حصيلة الطاقية لكل من حلال غليكوز أكسر تحين بروفيك دورة كريبس نجد بطبع حل أربعة ATP إذن 2 زائد 2 أما فيما يخص بطبع حل سلسلة تنفسية كما أشرت إلى ذلك قبل لحظات بطبع حل إذن NADH تمكن إنتاج طروازة ATP FADH تمكن إنتاج دوزة ATP إذن المجموع بطبع حل في هذه الحالة وهو إما 32 ATP أو 34 ATP حسب الحالات إذن المجموع الحصيلة الطاقية 32 زائد أربعة وهي بطبع حل 36 ATP أو إذا أخذنا باعتبار حالة ثانية حالة خلايا الكبد وخلايا القلب فسوف نجد بطبع حربة 30 زائد أربعة وهي 38 ATP شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله شكرا على المشاهدة